مجمع سوفاك يخرج المئات من عمال مصنعه في غليزان إلى الشارع في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ضد قرار الحكومة الأخير بتحديد الحصص المسموحة باستيرادها من أجزاء سيكادي وأسكادي عمال مصنع سوفاك بالمنطقة الصناعية سيد الخطاب بغليزان الذين يفوق عددهم الإجمالي ألف عامل تلقوا حسب تصريحات بعضهم إشعارا بإغلاق أجزاء من المصنع وإحالة العمال على البطالة بعد انتهاء المخزون الحالي من السيارات عملت على شركة سوفاك بروديكشون رأنا هنا في وقفة نحوص على المصير تعناوش بعد القرار الذي يصدر هذا من عند الوزارة الأولى نحن كشباب جامعي تبعنا هذه السياسة تعدولة وذلك منها أبروفوندينا مع الدومانة على تركيب السيارات يغلقوا هذه ماشي قرار هذا المدير العام مجمع سوفاك موراد علمي الذي يتوجد ضمن قائمة الشخصية الممنوعة من السفر في إطار التحقيقات في الفساد اختار بهذا أن يستخدم عمال مصنعه كورقة ضغط للحفاظ على مصالحه القرار الأخير لوزارة الصناعة لم يمنع واردات الأجزاء ومدخلات تركيب السيارات سيكادي وأسكادي عن مصنعه سوفاك بل حددها بحصة لا تفوق الستمائة مليون دولار سنويا بدل فتح باب الاستيراد عن مصرعيها والذي أرهق خزينة الدولة ولم يفلح في النهاية في الرفع من نسبة إدماج مكونات محلية الصنعة في السيارات المركبة محليا ومعلوم أن سوفاك التي تحمل اليوم لواء انتقاد قرار الحكومة الهادف إلى وقف استنزاف المال العام كانت أكبر المستفيدين من امتيازات الحكومة السابقة تحت قيادة الوزير الأول السابق أحمد أويحيا وترويج اليوم لنفسها كضحية لقرارات الحكومة الجديدة